بعد أيام من صدور الحكم بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق في سلك النظام الأمني أنور رسلان وأخذ ورد وانقسام في الآراء بين السوريين حول قضيته يخرج قيصر وشريكه سامي ومجموعة ملفات قيصر أحد بنات الدعوة القضائية ضد رسلان ليبارك الحكم كل على طريقته تنشر مجموعة ملفات قيصر بيانها حول الحكم فتباركه بمعظم أفرادها وعلى رأسهم قيصر نفسه وسامي اللذاني وصفا الحكم بالانتصار الجزئي للسوريين على الأسد وجرائمه الوحشية بحقهم في قضية الليلة يسعدنا أن نستضيف مدير مجموعة ملفات قيصر للتوسع أكثر بهذه القصة من الأليف إلى الياء ولكن بعد تقرير أحلام إبراهيم هذا الحكم يمهد لأرضية مهمة لمزيد من المحاكمات في ألمانيا ودول أخرى أيضاً هكذا وصف بيان صحفي صادر عن مجموعة ملفات قيصر صدور الحكم النهائي بحق الضابط السابق لدى نظام أنور رسلان في محكمة كوبلينز الألمانية حيث تمت إدانته بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين يخرج قيصر عن صمته وهو أحد أفراد مجموعة ملفات قيصر فيقول إن صدور أول حكم قضائي في العالم بحق أحد ضباط النظام المستبد في سوريا ورموزه الطغاط الممثلين بالمجرم أنور رسلان هو انتصار للحق والعدالة أولاً وللشعب السوري المضطهد ويضيف أن القرار بمنزلة بارقة أمل رغم كل الجراح والمآسي التي ما زال يعانيها هذا الشعب الأبي والوفي لقضيته العادلة رغم تحالف كل قوى الشر في العالم عليه أما عضو مجموعة ملفات قيصر سامي صديق قيصر والذي سرب الصور معه وأحد الشهود في هذه القضية فيقول إن من حق السوريين أن يروا يد العدالة تطول المجرمين الذين استباحوا دماء وعراض السوريين والسوريات في سجون النظام الفاشي المحامي إبراهيم القاسم المدير التنفيذي في مجموعة ملفات قيصر والمسؤول عن بناء الملفات القضائية في المجموعة يقول إن محاكمة كوبلينز خطوة مهمة أولية في طريق السوريين الطويل لتحقيق العدالة ولا بد أن تتلو هذه المحاكمة محاكمات أخرى فالهدف هو مساعدة الضحايا وعائلاتهم من خلال محاسبة كبار مسؤولي الجهاز الأمني لنظام الأسد قضائياً على جرائمهم الواسعة المعلومات والأدلة التي قدمتها مجموعة ملفات قيصر بالإضافة إلى شهادات عدد من أعضائها لعبت دوراً أساسياً في فتح التحقيقات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد والنمسا والنرويج لكن الخطوة الأكبر حتى الآن جاءت من ألمانيا نناقش هذا الموضوع معكم مشاهدين وأيضاً مع متابعي صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك من خلال البث المباشر وأيضاً مع إبراهيم القاسم المحامي والمدير التنفيذي لمجموعة ملفات قيصر تحية لك أستاذ إبراهيم هذا أول حكم قضائي ينفذ ضد أحد أفراد النظام وبعد عشر سنوات ماذا يعني لكم تحياتي أول حكم على مستوى ضابط بهذه الرتبة ولكن كان في حكم سابق صدر بشهر شباط السنة الماضية كمان بحق صف ضابط إياد وكان حكم بحقه أربع سنوات ونصف ولكن على مستوى هذا الرتبة العليا بهذا المستوى كعقيد هذه أول مرة بيكون في العالم كله بمحاسبة أحد الأشخاص المنتمين لأجلسة المخابرات السورية هذه الخطوة كانت كثير مهمة جدا لبداية لإجراء محاكمات أخرى لأن كافة التحقيقات لحد الآن أو بعضهم الإجراءات التحقيقية أو حتى المحاكمات التي تمت حتى الآن كانت عم تستهدف فئة محددة من الأشخاص المنتمين للمجموعات المسلحة هذه محكمة كوبلنس كانت المرة الأولى عم تحاكم أشخاص منتمين للنظام وإن كانوا ادعوا أنهم قد انشقوا عن النظام ولكن هم مسؤولين عن الجرائم اللي ارتكبوه أثناء تواجدهم وخاصة فيما يتعلق بقضية أنور أنور بحكم موجودة بمنصبه ورئيس فرع التحقيق بفرع الخطيب وهو أيضا كان مسؤول عن السجن نفسه اللي بيتم في وضع المعتقلين وتعذيبهم أستاذ إبراهيم لو تحدثنا عن دور مجموعة ملفات قيصر في بناء هذه القضية قضية أنور رسلان تحديدا يعني ببداية 2016 تم التواصل مع المركز الأوروبي لحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتم تزويدهم بالأدلة اللي عندنا من خلال صور وطائق وطائق كمان سربها قيصر بالتعاون مع سامي خارج سوريا تم تسليما للمركز الأوروبي وبعد ذلك تم تسليما للمدعي العام وقام أحد أعضاء المجموعة بالشهادة أمام المدعي العام الألماني بناء على هذه الصور والأدلة التي قد تم تقديمها هي 10 ألاف الصور لألاف الضحايا فينا نقول تم ببناية التحقيقات الهيكلية أو الأساسية بهذه الجرائم وهذا الموضوع من قصة اقتصر فقط على ألمانيا ولكن كان دور المنظمة المجموعة كمان بتحقيقات في فرنسا والنرويج والسويد وحتى في دعوة في أسبانيا تم دعمها بعدة أدلة من قبل المجموعة ففينا نقول المجموعة كانت بداية عم تقود هذه العملية وبعد ذلك تم انضمام المنظمات السورية لاحقا بناء على تنصيق بين المجموعة والمركز الأوروبي وهذه المنظمات السورية نعم أستاذ إبراهيم بيان مجموعة ملفات قيصر كما قلنا بارك هذه الخطوة يعني واعتبره انتصار ولو أنه جزئي للسوريين ضد المجرمين في النظام والطغمة الحاكمة في الوقت نفسه يعني يرى كثيرون بأن هناك مشكلة في محاكمة هؤلاء الذين يعتبرون إلى بشكل أو بآخر منشقين عن النظام مجموعة ملفات قيصر كيف تنظر إلى هذه الجزئية وشاهدنا الانقسام الكبير الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور الحكم ضد أنور رسلان المشكلة الكبرى حالياً أنه موجد نظرنا أنه الرقاشات كلها تأخذ الإجراءات القضائية من ناحية سياسية فهم عم ننظروا عم يسبقوا الطابع السياسي خلينا نقول على حقوق الإنسان بدل ما ينظروا إلى هذه الإجراءات أنه إجراءات قضائية تتضمن حقوق لضحايا تم انتهاك حقوقاً سواء من الأشخاص انشقوا سابق لاحقاً بعد ارتكابنا هذه الانتهاكات دائماً وجد نظرنا نحن بالمجموعة ننظر إذا كان هنا ضحية وكان فيه انتهاك بغض النظر عن هوية المنتهك سواء كان منشق أو غير منشق طالما هو ارتكب هذه الجناية أو الجريمة فهو يجب أن يحاسب لأنه في عنا ضحايا ويجب أن يوصولاً لحقوقاً ولكن بنفس الوقت فينا نقول أنه المنشقين حتى أنور أو إياد نفسهم هم يستفادوا جزئياً بشكل أو بآخر وخصة إياد بسبب انشقاغه لأنه هو كمان بعد ما أثوت المشق بعد فترة قصيرة والمعلومات اللي أدل فيها بالمحكمة ضد أنور نفسه كانت مساعدة له لتخفيف العقوبة لأربع سنوات المصف خليني أقول لك أكثر أنا بأعتقد أنه يعني ببؤمن أنه إياد وأنور هم أشخاص محظوظين جداً لأنهم هم أشخاص موجودين بالسلطة من سنوات وخاصة أنور بهذا المستوى فهو كان عن تمتع بصلاحيات وميزايا اجتماعية ومكانة اجتماعية بين السوريين بالإضافة لكل التسهيلات اللي كان يحتاجها هو أو عائلته وحتى أقباءه وأصدقائه فهذه الأشخاص كانوا موجودين على سنوات طويلة المحاسبة أو المحاكمة تمت عن فترة قصيرة زمنية وهذه الفترة قصيرة زمنية أيضاً لم يتم محاسبتهم عن كافة الجرائم اللي تم ارتكابها أثناء تواجدهم بهذا الفرع تم محاكمتهم عن أو محاسبتهم عن الجرائم فقط التي ثبتت بحقهم ومع هي كمان رجعوا أقول استفادوا حتى المحكمة خففت من هذه العقوبات اللي هم تقول محظوظون أو محظوظان يعني أنوار اسلال اليوم هو محكوم مؤبد ما هو الحكم المخفف إذن؟ لا يوجد حكم إعدام أصدقائه في ألمانيا الحكم المخفف هو اللي كان عم يرقد وراء بعض السياسيين اللي حاولوا يحضروا هذا الشخص وإلى معوه يخلوه يفتت من العقاب هذا الحكم المخفف وهذا الشخص بيوم الأيام كان عم يكون بين صفوف المعارضة والإتلاف وعم يكون عم يفاوض باسم السوريين بعد ما ارتكب الجرائم بحق السوريين لأكثر من عشرين سنة وأكثر من خمسة وعشرين سنة هذا الشخص موجود بالنظام ومتمتع بهذا المنصب وعم يمارس صلاحياته كله والجرائم يعني خليني أقول لك أنه بعد 2010 رغم بالثورة السورية هذا الشخص تمر لآخر 2012 ولولا الثورة السورية لحد الآن هذا الشخص موجود على منصبه وكان عم يأذي سوريين وعم يرتكب جرائمه ضد السوريين فأجلت الثورة هي اللي أنقذته هذا الشخص من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السوريين فهو لازم يكون ممنون للثورة أكثر ما يكون عم يمنن الثورة بانشقاقه لأنه بالآخير لما شخص بدأ يوقف بجانب الحق ما لازم يكون عم يمنن الآخرين أنه هو وقف بجانب الحق فهو المحظوظ لأنه خفت جرائمه بعد ترك النظام السوري وهو حد الآن يعني زي ما شوف الرسالة اللي أرسله من البداية للنهاية هو عم يتبع حتى بدفاعه وحتى بخطابه وكلماته نفس اسلوب النظام يعني بدايةً بيقولك السوريين من البداية لما نزلوا على المظاهرات بلشت الاشتباكات بينهم وبين الجهاز الأمن والاشتباكات بالسكاكين والسلاح الأبيض وجزء ثاني من دفاعه بيبنيه كماناً على الشق الطائفي أنه هو شخص لأنه سني فقط مستهدف وهذا كلام غير صحيح لأنه إذا نحكي بهذا الشق وهذا النفس الطائفي اللي بيستخدمه النظام وإذرعه دائماً موجود فينا نقول علي مملوك أيضاً محسوب على السنة بشكل أو بآخر ولكن بين قوسين بهذا النفس الطائفي وهو أكبر رجل مخابرات بسوريا والجميع يعرف دوره السلبي والإجرامي بسوريا النقطة إذا نشوفها بدفاعه كمان آخر نقطة هو بيستشهد بآية قرآنية بدفاعه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ذكرني بهذه الآية القرآنية بصراحة بفرع فلسطين لما كنت موجود بفرع فلسطين شكت آية قرآنية مكتوبة بشكل كبير على الدرجة للقبول الزنازين تحت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهو حتى بدفاعه استمر كشخص من النظام وتصرف كشخص من النظام وما عنده شيء أي طريقة تانية يدافع عن نفسه إلا بهذه الطريقة وكل المجرمين أمثاله اللي ارتكبوا هذه الجرائم على مستوى كل المحاكمات الدولية دائما يدعو أنهم أشخاص كانوا تحت الضغط وهم أشخاص ما عندهم صلاحيات وما عندهم مقدرة أنه ينفذوا أو يرفضوا ذنفيذ الأوامر نعم أستاذ إبراهيم أنا لا أريد أن أبدو بأني أدافع ولكن أنا فقط أسوق لك يعني ما تم قوله ويعني يكتب إلى الآن حيال هذا الموضوع يعني خاصة أن أنوى الرسلان يعني هو من قام بتسليم نفسه في العام 2014 و2015 ويعني لم يخفي المعلومات بأنه ضابط مخابرات ويعني السلطات الألمانية تعلم ذلك أخبرها بأنه كان ضابط في المخابرات السورية هناك خبر بأنه يوم الأربعاء تفضل عفوان خليه وضح لك هو ما سنل له نفسه هو شخص لما قدم طلب اللجوء استفاد من منصبه كرئيس فرع تحقيق بفرع فرع الخطيب لحتى يوصل على ألمانيا فهو ما سلم نفسه واستمر وجوده على الأراضي الألمانية فترة زمنية حتى تم جمع الأدلة ضده حتى تم إيقافه فهو موجود بألمانيا من عدة سنوات وتم إيقافه بعد سنوات بال2018 لحتى تم تحريك للدعاء عليه وبعد أشهر حتى تم إيقافه فهو ما هو اللي سلم نفسه وما هو اللي أعطى معلوماته إذا عدنا لهذه الجزئية إذا عدنا إلى هذه الجزئية جزئية أنه تم جمع الأدلة ضده هناك عدة روايات تم تداولها خلال الأيام السابقة حول تفاصيل إدانة أنوار رسلان وكيف تم التعرف عليه هناك من يقول بأن الأستاذ أنوار البني شاهده مصادفة في الشارع وتعرف إليه من ثم قام ببناء الدعوة وهناك روايات أخرى بأنه جهات أخرى حقوقية أيضا تبنت هذه الدعوة أنتم كيف تنظرون إلى هذه النقطة ما كان دوركم وما هي القصة الحقيقية فعلا خليني نحن نحاول دائما بمجموعة ملفات قيصر ننقى بأنفسنا عن هذه المهاترات التي تأخذ دائما للأسف النقاشات حاول حقوق الناس باتجاه سياسي وطابع سياسي مثل ما حكيت بالبداية هذه القضية بالأساس مثل ما حكيت هو هذا الشخص موجود في ألمانيا منذ سنوات لما المدعي العام جمع الأدلة الكافية بحق هذا الشخص تم تحريك هذا الإدعاء وبعد ذلك كل المنظمات أو كل المدعين انضموا لهذا الإدعاء فبالأساس تم تحريك الإدعاء من قبل المدعي العام الألماني بناء على الأدلة طبعا التي قدمتها المنظمات والمدعين ومجموعة ملفات قيصر جزء أساسي بهذه الأدلة ولكن الإدعاء تم تحريكه بالأساس من المدعي العام الألماني وليس لأنه مثل ما وصلت ما بعرف كيف وصلتك الفكرة أنه هو سلم نفسه ولكن لا ما هو ما سلم نفسه أنا كنت أنتون لك ما تم كتابته من منشورات خلال الأيام الماضي بأنه لم يخفي وهو تقدم بطلب اللجوء ولم يخفي بأنه ضابط مخابرات وأوضحت أنت هذه النقطة اليوم بأنه استفاد من هذه المنزة خليلي بس لألك شغلة كمان مفيدة جدا تعرفها والناس تعرفها بلحظة من اللحظات هو الداعى أنه كان ملاحق من السلطات أو المخابرات السورية داخل الأراضي الألمانية حتى لما تقدم بطلب حماية أو شكوى للشرطة الألمانية هو وقع الورقة أو الشكوى تبعيته بالعقيد أنور فهو ما حاول أبدا أنه يزيل عن نفسه أو يزيل عن نفسه هاي الردبة اللي كانت موصومة بالدم خلال السنوات الطويلة اللي هو موجود فيه بهذا المنصب نعم يعني هو أصلا استفاد من المنصب كما تفضلت ويعني تقدم بطلب اللجوء بكونه العقيد أنور طيب هناك خبر اليوم بأنه يوم أربعاء القادم سوف تبدأ محاكمة على موسى في فرانكفورت الذي كان يقوم بتعذيب الجرحة من المتظاهرين الذين كانوا يسعفون إلى المشافي وتحديدا إلى المستشفى العسكري في حمص هل لكم دور في هذه القضية وما هو؟ خليني لك أننا الأدلة والصور اللي سلمناها عشرات ألاف صور لألاف الضحايا هي رح تكون دائما البنية الهيكلية لكافة التحقيقات المبنية على جرائم التعذيب والقتل داخل الأفرع الأمنية أو حتى داخل المشافي العسكرية هي رح تكون العمود الفقري لهذه التحقيقات نحن كمجموعة ملفات قيصر هذه الأدلة مسلمة ولكن المحاكم أو القضاء تعتمد على عدد معين من كل فرع أو أي مشفى عسكري بناءًا على كل حالة من حالتها يعني لما كنا بفرع الخطيب المحكمة كوبلنس كانت عم تعتمد فقط على الصور اللي متعلقة بفرع الخطيب بالمشاة بالخبوة متعلقة بالدعوة غداً اللي رح تبدأ أول جلساتها بكرة بفرانكفورت من المفروض أن المحكمة كمان تعتمد على الصور اللي قدمت من المشافي العسكرية عم يتم فيها تصفية المعتقلين داخل هذه المشافي نعم طيب أستاذ برايم لو تحدثنا عن الخطط المستقبلية أو البشاريع المستقبلية لمجموعة ملفات قيصر هل هناك من قضايا تعملون عليها الآن هل سنشهد محاكمات خاصة بأنه بيانكم الذي ظهر تحدثتم فيه بأن هذه المحاكمة ستتلوها محاكمات في القريب يعني نحن بالأساس عدة شكاوة مقدمة حالياً أمام القضاء الألماني بحق عدة أفرع أمنية وفيه شكاوة مقدمة بالسويد والنرويج والنمسا وفيه دول تانية ولكن نحن كمجموعة ملفات قيصر كمان نحن ما عم نشتغل فقط على جرائم التعذيب عم نحاول دائماً ندعم التحقيقات فيما يتعلق بالسلاح الكيماوي أو حتى بالتهجير القصري وكافة الانتهاكات اللي عم يتعرضوا للسوريين فنحن دائماً مستمرين بهذا العمل اللي بنيناه من سنوات طويلة مع شركائنا وأي دعوة ممكن كمان يكون فيه إمكانية لفتحها فنحن مستمرين بهذا العمل واستمرت عملية جمع الأدلة المجموعة ما عم تحتوي فقط على الصور اللي سربها قيصر أو الأدلة اللي سربها قيصر وساملة المجموعة عندها أدلة وثائق تانية كمان عم تشاركها مع الجهات المختصة بهذا الموضوع سواء بألمانيا أو حتى بمؤسسات أو أجهزة الأمم المتحدة نعم أنا أريد فقط أن أنقل لك بعض التعليقات التي تكتب الآن على صفحة تلفزيون سوريا هناك من يسأل كيف كان مفاوضا باسم الائتلاف أو كان ضمن الائتلاف أنا أتخيل هذا السؤال يجب أن يوجه للائتلاف الذي أحضره هو الأجدر يجاوب على هذا السؤال وخاصة أن هذا الشخص موجود بهذا المنصب من سنوات ومعروف مكانه بالجهاز المخابرات السورية ومعروف أنه كأي شخص موجود بهذا الجهاز سيرتكى بجرائم أو ارتكى بجرائم على الأقل لأنه كله نحن كسوريين منعرف أنه أي شخص يروح على أجهزة الأمنية فهو هذا الدور الرئيس الذي يكون فيه حتى بأقسام الشرطة المدنية نحن منعرف أن الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية سيتعرضوا للتعذيب والضرب بشكل كبير وشكل وحشي كمان تحديدا أستاذ إبراهيم كم استغرقت المحاكمة منذ أن بدأت هذه الدعوة بالبناء وحتى صدور الحكم التحقيقات التحقيقات بألمانيا بلشت بشكل عام في 2012 بشكل رسمي جمع المعلومات من قبل السلطات الألمانية بلشت في 2011 ولكن فتح بدأ بشكل رسمي كامل 2012 نحن لما بلشنا بالعمل مع المركز الأوروبي في بداية من 2016 أقمنا عدة شكاوى بالضافة لمنظمات سورية أخرى تمت بعدة سنوات استمر العمل بجمع الأدلة لحد ما تم إلقاء القفض على هذا الشخص مع إياد ومع شخص ثالث بفرنسا و تم إخلاق سبيله بعد سنة من توقيفه استمرت هذه المحكمة على ما يقارب أكثر من سنة ونصف وأكثر من مئة جلسة جلسة استماع لحتى صدر هذا الحكم فللأسف هذه النوع من الجرائم مبركبة جدا ومعقدة جدا وتحتاج إلى أدلة كثير لأن الإجراءات التي تتم فيها طبعا بدول مثل ألمانيا أو دول أوروبية دائما تتراعي معايير المحاكمات العادلة وتكون في دقة والتوخي والحذر باتقاء الأدلة أو اختيار الأدلة بحيث تكون ما في مجال للشك بهاي الأحكام يعني نتحدث عن تسع سنوات تقريبا نتحدث عن تسع سنوات تقريبا منذ أن بدأت تحقيقات لا ما فينا نقول تسع سنوات يعني تسع سنوات من بدء التحقيقات في ألمانيا بشكل عام ولكن نحن لما نضمينا لهذا العمل كمجموعة ملفات قيصر فينا نقول من 2016 بداية 2016 بدأنا بهذا العمل جزئيا كم من المتوقع أن تستغرق محاكمة علاء موسى في فرانكفورك يوم بقى تعتمد دائما المحاكمات على عدد المدعين وعدد الشهود وعدد الخبراء التي تستدعين المحكمة بحد ذاتها لإثبات هذا الشيء الشيء المميز بهذه المحكمة أنه عدد المدعين ما رح يكون كبير مثل عدد المدعين بمحكمة كوبلينس ومفروض الشهود ما يكونوا بهذا العدد الكبير فما منقدر نحن نحدد بشكل تقريبي وسطيا حتى أديش الجلسات رح تكون أديش المهلة لأنه الموضوع كمان بظل الكورونا كمان عامل عبدالور التأجيل للجلسات أو اختيار الجلسات أو حتى السماح للأشخاص بالدخول للجلسات والحضور للجلسات هذه تعود لتقدير المحكمة كل حالة بحالته نعم هل كان أنور رسلان عندما غادر سوريا وتوجهها إلى ألمان هل كان على رأس عمله أم أنه كان متقاعدا؟ لا كان على رأس عمله لحديث اللحظة الأخيرة اللي ترك فيها سوريا وهو مستمر بعمله حتى هو دعا أنه بعد مجزرة الحولة وحتى بعد مجزرة الحولة اللي بنتمي إلىه هو استمر بعمله من شهر بعد ارتكاب مجزرة الحولة كان بشهر أيار هو استمر بعمله لآخر شهر 12 بال2012 كيف غادر إذن؟ حتى بعد بدء الثورة السورية ما يقارب سنتين عم يخدم النظام وعم يستفيد من مزايا وجوده بهذا المنصب كيف غادر سوريا إذن؟ تم مغادرته إلى الأردن ومن الأردن تم بعض بعض الأشخاص بالإتلاف مساعدته وإلى السفر إلى ألمان يعني خرج كمنشق يعني وعبر الحدود كمنشق بشكل غير شرح خرج ولم يعلن شقاقه ولحد الآن ما أعلن هو بهذه الفترة أنه انشقاقه لحد ديت الجلسة الأخيرة لحتى قدم دفوعه لكان عم يحكي عن الانشقاقه ورغبته بالانشقاق أثناء الجلسة بطولة لم يتحدث ولا كلمة الكلمة الوحيدة اللي تحدثها بآخر جلسة لما قدم دفوعه وأصرت القاضية تسمع أن هذه المذكرة الخطية اللي تلاها محامي هي دفاعه الشخصي وقال جوابه بكلمة واحدة هي نعم فهذا الشخص توجه إلى الأردن ومن الأردن تم مساعدته إلى الوصول إلى ألمانيا يعني أقصد عندما خرج من سوريا خرج بطريقة غير شرعية الطريقة ما أنا واضحة بالنسبة لنا يعني هو حتى ما أعطى تفاصيل ما أعطى من الأشخاص اللي ساعدوا بالخروج وقال أنه توصلت أنا مع أشخاص منشقين وهم يساعدوني بالخروج طيب أخيرا يعني بعد نطق بالحكم يعني لم نقرأ أو نسمع عن رد فعل أنوار رسلان هل تعلمون أو كنتم أو سمعتم عن رد فعل أنوار رسلان بعد الحكم يعني طوال الجلسات الأكثر من جميل جلسة هذا الرجل ما تفوه بأي كلمة هو دائما بالتزم الصمت ويسجل دائما ملاحظاته وبينظر للحضور بنظرة غريبة يعني فأنت بتشوفه هو شخص مستغرب الآخرين وكأنه هو شخص عم بيدعي أنه أنا بريء وأنتو عم تحاكموني حتى بدفاعه إذا بتشوفه كان شخص عم بيحكي بطريقة فوقية جدا وأسفه بآخر لحظة بمذاكرة الدفاع وبآخر يوم من جلسات المحكمة أنا برأيي كان يعني هو تحصيل حاصل لأنه شاف أنه يعني المحاكمة ما تمت لو أصلحته مثل ما هو بريد أما لو كان هو من البداية أعطى المعلومات أو أعطى أي معلومات أو أبدأ أسفه من البداية بهذه الجرائم التي تمت بسوريا أثناء تواجده كون على ثقة كانت المحكمة ممكن تخفف من عقوبته أكثر من هذه العقوبة التي أخذها لحد نعم نحن نتهينا أستاذ إبراهيم ولكن إذا حابب أي كلمة تريد أن توجهها بعد صدور هذا الحكم والأحكام القادمة كما قلنا فلك المجال الشيء الوحيد الشيء الوحيد اللي أتمنى أنه دائما نركز على حقوق الضحايا بغض النظر عن هوية المنتهيكين لأنه دائما إذا نحن بفتنة بباب الانتقائية للأشخاص هذا بنتمي إلى الجيش الحر أو هذا بنتمي إلى النظام هذا انشق هذا رح يفتح باب طويل عريض للانتقائية وضضيع حقوق الناس شو اليوم مين بيقول اليوم أنه الشخص اللي انشق بال2012 أفضل من الشخص اللي انشق بال2013 من اللي بيقول اليوم أنه هذا الشخص لو أنه شق بالبداية ما كان لازم يتحاسب عن الجرائم الأخرى الحق لازم يكون دائما والصوت المسموع الأول والضحايا ونبعد دائما الطابع السياسي عن حقوق الناس أو الحقوق الضحايا لأنه هم أصحاب المصلحة وهم أصحاب الحق هم بيقرروا بالعفو أو عدم العفو وبعد ذلك نحن ندعمهم بقراراتهم وليس نختار عنهم لأن هذا الشيء العذاب اللي اتعرضوا لهن هو عائلاتهم لا يمكن حتى مقارنة الخمسة عشر سنة اللي هو حاليا رح يقبع فيها لا يمكن مقارنة يمكن بعذاب شخص من الأشخاص اللي هو كان عمس مع صوتهم على الأقل خلينا أقول إذا هو ما عذب بإيده كما جاء بالمحكمة على الأقل كان عمس مع صوتهم هو يتجاهل الأصوات وما عمل أي شيء ليساعدهم سواء بعد الثورة السورية أو قبل الثورة السورية فضلا أن يكون مشاركا أصلا في عمليات التعديم كل شكر لك أستاذ إبراهيم القاسم المحامي والمدير التنفيذي لمجموعة ملفات قيصر كنت معنا من برلين كل شكر لك شكرا لكم